بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير صدق الله العظيم سادة الصحفيون والأعلاميون ومندوب وكالات الأنباء وممثلوا القنوات والشبكات التلفزيونية الحضور الكريم شعب مصر العظيم تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعقد مؤتمرها الصحفي الأول لكي تعلن عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئيسية المقبلة والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد صورة الثلاثين من يونيو المجيدة تمثل الانتخابات الرئاسية حدثا مهما وفريدا في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد عيث يشارك كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين في عملية الاقتراع اعمالا لحقه الدستوري والقانوني في اختيار رئيسه الذي سيقود البلاد خلال فترة الحكم الرئاسي القادمة وفي النهاية ستدون الهيئة الوطنية للانتخابات ما ستسر عنه ارادة الشعب في اختيار رئيسه من خلال مناخ ديمقراطي كامل باعتبار ان الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما بحكم الدستورة وقانون وتختص دون سواه بادارة الانتخابات الرئاسية والاشراف عليها ابتداء من اولى خطواتها وحتى اعلان نتيجتها واصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الاهمية والاشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزرات والجهات والاجهزة ذات الصلة وفقا لما تقضي به احكام الدستورة والقانون فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الاحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ وذلك كله في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء للمحكمة الإدارية العليا وتتعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل لراغب الترشح في الانتخابات الرئاسية اعمال حقهم كاملاً متى توفرت فيهم شروط الترشح واستفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية حيث ستقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاح وفقاً للمعايير الدولية والوطنية تحت إشراف قضاء كامل إعمالاً لنص الدستورة والقانون فضلاً عن ناسا تتيح للمرشحين جميعاً أن يكون لديهم من دوبون عنهم في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع علاوة على السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن إلى جانب السماح لمن دوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية برمتها من أولها إلى آخرها وهنا أخرج بس عن السياق أنا بطلب من كافة المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام الدولية والمحلية يسيرعوا بالقيد في قاعدة البيانات الموجودة لدى الهيئة لاستمرار القيد حتى دعوة الناخبين فبدأ هذا الأمر فضلاً أنا بسمن جهود أمانة الحوار الوطني عن البيانة التي صدر منه مشاينة انتخابات الرئاسة وبنؤكد الهيئة الوطنية ملتزمة بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر وتوضح الهيئة الوطنية لانتخابات مجدداً أنها واستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون فأنها تهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواسيق الشرف الصحفية والإعلامية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن وأن تكفل فرصاً متساوية لجميع المرشحين لتقديم معرض برامجهم وأن تكفل فرصاً متساوية لجميع المرشحين لتقديم معرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري كما نهيب بالمؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية وسيتم تطبيق القانون في حالة رصد أي تجاوز أو مخالفة وتؤكد الهيئة على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة وفقاً لما نص عليها الدستورة والقانون خلال العملية الانتخابية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة في حالة رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن السيدات والسادة لقد تابعت الهيئة الوطنية ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي وإذن نؤكد أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات كما لن تسمح الهيئة بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول وسيتم اتخاذ الإجراءات التي كفى لها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي والخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن كلنا ثقة في شعب مصر العظيم وفتنته ووطنيته وحكمته المعهودة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد ودعم مسيرة الديمقراطية وأن تخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن تخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة بالصورة والمضمون اللائق باسم مصر وشعبها العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل أعملوا فصر الله عملكم ورسوله والمؤمنون